يواصل كيان الاحتلال الصهيوني حربه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعدما أرسل رده على قرارات محكمة العدل الدولية نافيا ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية برغم تجاوز أعداد القتل الثلاثين ألفا معظمهم من النساء والأطفال وعلى الرغم من سرية مضمون الرد الصهيوني إلى أن ما توفر من معلومات بشأنه وما يشهده العالم من استمرار للعدوان والتجويع والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في غزة دفع عددا من المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى اتهام إسرائيل بتحدي المحكمة ورفض الامتثال لأمرها الملزم باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة ووقف أعمال الإبادة الجماعية المحتملة في القطاع وبرغم المساعي القانونية وجلسات الاستماع المطولة التي عقدتها محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومدى الشرعية هذا الاحتلال بالإضافة إلى قضية الإبادة الجماعية في غزة إلا أن كثيرا من المراقبين يقللون من تأثير ذلك على المدى القريب إذ إن محكمة العدل الدولية التي تعد أكبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تظل قراراتها دون سلطة أو آلية لفرض تنفيذها على الدول رغم أن تلك القرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف قانونيا وهي نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أن السبيل الوحيد لإجبار إسرائيل على تنفيذها يمر عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ما يعني الاستضام مجددا بالفيتو الأمريكي الذي تتحدى به واشنطن مبادئ العدل والقانون الدولي لحماية الاحتلال الصهيوني غير أن ذلك لا يعني التراجع عن تلك المساعي القانونية يقول محللون مؤكدين أن الضغط القانوني المتواصل قد يفضي إلى خضوع الإدارة الأمريكية لسيما أن إدارة بايدن بدأت تستشعر انتخابيا التكليف الباهظة لدعمها العدوان على غزة تحكين شكرا